أنواع مختلفة من الحلويات موجودة معنا على صفرة رمضان السنة دي شفنا أنواع ممكن تكون جديدة علينا شفنا مثلا سوشي الكنافة اللي معمول بشكل مختلف معمول كنافة معمولة رول ومحشية كريمة بشكل مختلف شفنا بلا حشام اللي محشي بسبوسة يعني أنواع مختلفة كتير موجودة معنا خلينا بقى نسأل لمية حمدين النهاردة ايه أكتر أنواع الحلويات وهي وهي بتروح العزومة بتختار أنها تاخد معاها حاجة تقليدية ولا بتختار أنها تجرب حاجة جديدة ونتعرف كمان منها على أخبار الملور والتقس في القاهرة والمحافظات لم يا صباح الفل عليك صباح الخير عليك يا مينا وصباح الخير على كل مشاهدين في كل مكان كلام على الحلويات جل رئنا اه أنا بحب الحلويات الحقيقة بس في رمضان بس ما بقولهاش بقيت الآن أنا بقولها في رمضان بس إنما لما ببقى معزومة عند حد بسأله الأول ايه اللي نقص عندك ايه اللي أنا ممكن اجيبه حاجة حلوة ولا حاجة حدقة ولا أجي أساعد ولا أجيب المكونات معي وعملها عندكم لا يعني لازم أسأل عشان أبقى عارفة إنه الحاجة اللي أجيبها هو فعلاً اللي محتاجة دي الأصول ودي الشياكة فعلاً بجد؟ أيوة لازم أجيب حاجة هو فعلاً نقص عنده أو مناسبة للعزومة دي والاحتفال ده فده العادي اللي أنا بعمله على طول اشتركوا في القناة